أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوع كتير كتير مهم عاوز أتكلم فيه في هذه الفقرة هو عن كيف تحمي ذهنك فالذهن عالم من الأفكار عالم من المواجهات والتحديات عالم من الحروبات وكل المعركة هي معركة في ذهن الإنسان ففي ذهن الإنسان أفكار كثيرة لربما إيجابية أو سلبية أحيانا تكون أفكار تشويش وأحيانا أفكار متزنة فالسؤال طالما الحرب شرسة ضد الذهن فكيف تحمي الذهن عاوز أتكلم عن ثلاث أمور أول شيء املأ ذهنك بكلمة الرب لازم الذهن يمتلي بكلمة الرب لما ظهر الرب يسوع للتلاميذ بعد القيامة شرح لهم ما هو مكتوب عنه في نموس موسى والأنبياء والمزامير يعني شرح لهم أنه كل التوراة اللي هو التناخ التوراة والكتابات والمزامير كلها تتحدث عن شخص يسوع المسيح ولكن على طول في آية كتير كتير مهمة بعدها مكتوب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب فممكن تكون المعلومات كثيرة لكنها متضاربة ممكن عندهم المعرفة الذهنية لكن يفتقدوا أو يفتقروا إلى الاختبار العملي وهذا مهم جدا يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى فإذا فتح الذهن حتى نمتلئ بكلمة الله في غاية الأهمية يقول المرنم في مزمور 119 آية 11 خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إلي يعني في مخزن عم بخب كلمة الله والنتيجة لما بيمتلئ وبتسكن في كلمة الله كلمة الله بتحفظه من الشرير وبتحفظه من التجربة وبتحفظه أيضا من ارتكاب الخطية مكتوب أيضا لكن في نموس الرب مصرته مزمور الأول مصرته يعني عم يسر عم يتلزز في كلمة الله وفي نموسه يلهج نهارا وليلا أصبحت كلمة الله جزء من حياته الذهن بدل ما يمتلئ بتصورات وتخيلات وأفكار إباحية أو أفكار شريرة إن الذهن يمتلئ من معرفة مشيئة الرب ويمتلئ من كلمة الرب ومثل ما ذكرت أنه في حرب على الذهن كما قال الرسول بولوس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح بيتكلم طبعا في كورنترس التانية في هذا الصدد صاح داعش حتى لا ننخدع حتى المؤمنين انخدعوا من معلمين كذبة وفعل ماكرون اللي حاولوا يخدعوا عقول السلماء ولكن الشخص الممتلئ بمعرفة مشيئة الله ممتلئ بكلمة الله ممتلئ بالروح القدس ممتلئ بالكلمة ففي حصان عليه في مناعة في حماية فإذا املأ ذهنك بكلمة الله وبتعرفوا اليهود كان عندهم المعرفة ولكنهم افتقروا إلى الاختبار العملي فمثلا مكتوب في يحنى 12 آية 37 مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به وعلى فكرة فعل آيات عظيمة منها فتح عيني المولود أعمى وإقامة العازر من الأموات بعد ما أنتن يعني خلق جسد جديد ومع كل هذا الذهن كان مظلموء الفكر كما يقول الكتاب مع هذا مكتوب قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم فيرجعوا فأشفيهم فإذا أحبائي نحتاج أن نمتلئ من كلمة الرب حتى نحمي الذهن شيء تاني يتكلم الكتاب المقدس عن تجديد الذهن إحنا خلصنا بروحنا لكن في عمل مستمر بشكل مستمر وهذا العمل عن طريق الامتلاء من الروح القدس والكلمة أيضا بشكل يومي فإذا مكتوب ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فإذا أحبائي مكتوب يعني لا تشاكل هذا الدهر بل تغيروا هي دعوة أن نتغير وهذا التغيير عن طريق تجديد الذهن كما مكتوب أيضا وتتجدد بروح ذهنكم هنا يقصد في أفيسس إصحاح أربعة أي أن نخلع الإنسان العطيق مع أعماله مع تصرفاته مع سلطانه ونلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب البر والقداسة قداسة الحق وأيضا الآية موجودة في كلوسي إصحاح ثلاثة فإذن عملية التجديد هو النمو المستمر والحياة مع المسيح هو خلع الإنسان العطيق مع كل أعماله في باكج من الماضي محتاجين نتغير بشكل يوما والتغيير هذا وتغيير إيجابي حتى نكون مشابهين صورة يسوع المسيح في كتير إشياء وكتير عداد لازم نخلعها من حياتنا مكتوب لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما وصيغة الكلام هون يوما فيوما أي بشكل مستمر وهذا التجدد اليوم بالتغيير أن نتشبه بيسوع أن نلتصق بيسوع أن نخلع تصرفات وشهوات العالم أي الإنسان العطيق مع كل أعماله لأنه في حرب مستمرة بين الجسد وبين الروح أيضا بالحقيقة إنها دعوة للتغيير مكتوب ونحن جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح فإذن كلما كنا في محضر الله نتغير إلى تلك الصورة عينها أي صورة يسوع المسيح بشكل مستمر من مجد إلى مجد إلى مجد كما من الرب الروح فإذن شو اللي بنفهمه أحبائي الكتاب المقدس بيطالبنا إنه نتغير وهون بيطالبنا بذهن نقي كما هو مكتوب في بطرس الثانية صاحب الثالث والآية الأولى أنهض بالتذكرة بالتذكرة ذهنكم النقي يعني هذا الذهن نقي مش 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 بأفكار العدو ثم يتكلم عن الذهن المستنير مستنيرة عيون أذهانكم مش العيون الجسدية بيتكلم عن العيون الروحية في أفسس واحد آية 18 بيتكلم عن الذهن الطاهر النقي السليم مكتوب أيضا أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا في داخلكم حسقيال 36 أو كما صلى داود عندما تاب ورجع للرب قال قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما روح صالح مستقيم جدد في داخلي أي في أحشائي من داخل الداخل من جو أنظف وأتنقى وأستنير وأكون طاهر أمام الرب ثم بيتكلم عن الذهن الذي يميز مدرب الحواس على التمييز بين الخير والشر هذا هو الذهن اللي بيميز الذهن هذا هو اللي بيفهم الأمور الروحية ذهن مختبر لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة هذا الذهن نقي مستنير طاهر مدرب يميز وأيضا ذهن مختبر حتى تتشكل إرادتك مع إرادة الرب وهذا بيقولنا أحبائي إنه محتاجين نتحرر من عدة عقليات من الماضي والتقاليد البالية فأولا محتاجين نتحرر من عقلية العبد إلى العيش بعقلية الابن تعرفوا في غلاطية عندما افتدانا الرب من لعنة النموس مكتوب إذ لست بعد عبدا بل ابنا فمحتاج إنه نطور فكرك إنه إحنا مش عبيد مش عايشين عبيد إحنا أبناء للرب وإن كنت ابنا فأنت وارث لله بالمسيح صار عنا علاقة البنوة نصرخ يا أب الآب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فأنت وارث لله بالمسيح أو كما قال الرب يسوع المسيح لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما لسيده طب شو سمي أنا بقول لكني سميتكم أحباء أصدقاء أبناء يعني كلها في نفس الفحوة فإذن محتاجين نتحرر من عقلية العبد إلى عقلية الإبن ثانيا محتاجين نتحرر من عقلية النموس إلى عقلية النعمة لأنه مكتوب فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة للأسف في كتير ناس يدعون التجديد لكن عايشين في العهد القديم عايشين في أسلوب النموس في أسلوب الشكاية والإدانة لكن النموس أحبائي أي إنسان ما بيعمل النموس مكتوب ملعون فإذن إحنا محتاجين والرب حررنا من لعنة النموس اتصار لعنة لأجلنا وافتدانا أيضا من لعنة النموس يعني افتدانا وصرنا أحباء صرنا أبناء فإحنا محتاجين نتحرر من عقلية النموس إلى عقلية النعمة شيء ثالث محتاجين نتحرر من السلوك في الجسد إلى السلوك في الروح في غلاطية ستة مكتوب أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد بالروح تميتون أعمال الجسد محبة الجسد عداوي للرب فإذن شو أنا محتاج محتاج أنه أكتسب عدات جديدة أتأقلم على الأمور الروحية يعني بكلمات بسيطة غذي روحك عن طريق الصلاة في المحضر الإلهي وعن طريق الكلمة شيء آخر مكتوب لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها هآنا ذا صانع أمرا جديدا دايما نتوقع أنه الذهن المتجدد دايما بينظر لأمور جديدة في الحياة مش عايش في السلبية ولا عايش في الماضي ولا عايش في الهزيمة ولا عايش في العار ولا عايش بيندب حظه لكن بيتأقلم على الأمور الروحية بيتطور من ناحية روحية بيتشبه بالرب يسوع المسيح فإذن هي دعوة للتحرر من السلبية وأن ننظر ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملة يسوع المسيح أحبائي لأن الرب معنا في كل حين فمحتاجين أنه نتحرر من هذه الأمور ومن هذه العقليات فإذن يعني غزي ذهنك على كلمة الرب وأحرص أن هذا الذهن يتجدد بشكل يوم حسب صورة الخالق في البر والقداسة يسوع المسيح ثم احمي هذا الذهن احميه يعني وهذا الشيء التالت اللي عاوز أتكلم عنه أنه تحمي ذهنك مكتوب لذلك منطق أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعم لأنه بدون النعم مستحيل إنسان يعيش ألقوا رجاءكم على النعمة التي يؤتبها إليكم عند استعلان يسوع المسيح فالذهن كما ذكر هو أرض المعركة ونحتاج إلى حماية حماية من سهام العدو الملتهبة سهام الشرير ثم أحبائي حماية من الفساد مكتوب هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة ثم حماية من الخداع كما ذكرت الآية أخاف عليكم كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإذن الشيطان هو مكار وهو خداع وهو المغوي والمغري فإذن محتاجين حماية على ذهن لأن الذهن أرض المعركة أنه نحمي هذا الذهن حماية من الأفكار الشريرة من الذهن المتقصي كما يقول الكتاب في كورونتو ستاني صحيح ثلاثة بل أغلظت أذهانهم أو يعمل مشيئات الجسد والأفكار في أفسوس إصحاح 2 ثم يقول كتاب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا تخيلات تصورات هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كمل طاعتكم فإذن في حرب شرسة في حرب روحية وإنه إحنا بنسلك مش في الجسد لكن في الروح والحرب هاي مش مع البشر ليست مصارعاتنا مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات فالرب يحمينا من الأفكار الشريرة وإنه هاي الحرب ندركها إنه حرب روحية وليست جسدية فإذن ركز فكرك لا تدع فكرك يتشوش أو يتشتت مكتوب كنا أعداء في الفكر ركز فكرك فلازم يكون فكرك مركز لأنه رسول يعقوب قال رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه يعقوب واحد فإذن محتاجين كما قال النبي إشعياء ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل فإذن جدد ذهنك املأ ذهنك بكلمة الرب وإحمي ذهنك من سهام العدو وابتد تفكر أفكار إيجابية أفكار طهارة أفكار سلام كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر ففي هذه افتكروا والرب يباركك